من جهته كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن تلقيه رسائل ايجابية من اطراف سياسية عراقية بشأن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية برهم صالح اوضح القيادي في الحزب شوان داودي ان هناك رسائل ايجابية كثيرة وصلت للحزب من جهة سياسية فاعلة وكبيرة في حاصمة بغداد تشير فيها الى تأييدها لتولي صالح منصب الرئاسة ترجمة نانسي قنقر